خلينا نروح لأخبارنا هنبتدي بأول خبر وهو الخبر الأهم اللي كان منذ ساعة وهو النادي الأهلي يشكر كابتن طارق محروس ومعاونيه ويكلف ياسر لبيب بتشكيل الجهاز الفني لكرة اليد منذ قليل النادي الأهلي طلع بيان بما يخص كرة اليد البيان بيقول مجلس إدارة النادي الأهلي بقية كابتن محمود الخطيب ووجه الشكر لكابتن طارق محروس المدير الفني الفريق الأول لرجال كرة اليد وجهازه المعاون عن الفترة التي قضوها في المسئولية عن الفريق وقرر المجلس تعيين كابتن ياسر لبيب كرئيس للجهاز وتكليفه بتشكيل الجهاز الفني اللي هيقود المسئولية في الفترة الجاية والحد آخر الموسم إن شاء الله كل التوفيق لكابتن ياسر لبيب وبنشكر أكيد كابتن طارق محروس الاتنين ولادي النادي كابتن طارق محروس أكيد يعني بزل كل ما في جهده الحقيقة والراجل يعني اخذ بطلطين كأس الكؤوس الأفريقية وأيضا كأس مصر السنة اللي فاتت وكان يتمنى الحصول أكتر من ذلك على بطلط أدى اللي عليه وأدى دوره وهو ده النادي الأهلي بيتولى المسئولية من بعده أي أن كان الاتنين ولادي النادي الأهلي بنشكر كابتن طارق محروس اسم كبير الرجل يعني حق ثالث عالم مع منتخب مصر للشباب وأيضا حق بطلط مع نادي الأهلي نتمنى لك كل الخير كابتن طارق الحقيقة يعني راجل أهلاوي أو مدير فني أهلاوي محترم ونتمنى الكابتن ياسر لبيب أيضا كل التوفيق عنده مباريات مهمة الفريق الفترة القادمة في الدورة المجمعة ثلاث مباريات عندنا سبورتينج طلاق الجيش الزمالك نكسبهم ومحدش عارف إيه اللي موجود يمكن الوضع بقى صعب شوية يمكن في الدورة يمكن احنا كسبنا مباريتين وخسرنا مباراة النادي الأهلي كسب مباريتين وتعادل في مباراة ولكن النادي الزمالك سابق عنا بنص نقطة الموضوع نقطة ونص دلوقتي نقطة ونص بس هو كان داخل بنص نقطة فإذا فرق نقطة أنت محتاج يعني تكسب مباريتك اللي جاية وتنتظر تشوف الأمور هتمشي إزاي وخلي بالك أنت برضو الموضوع مش بعيد تكسب التلات مباريات تاخد البطولة محدش عارف حاجة كل ثقة في لعبتنا وكل الثقة في ولادي النادي الأهلي كل الثقة أيا كان في أي مجال أو أي موقع ولادي النادي موجودين فهم في خدمة النادي الأهلي طبعا بنتمنى التوفير لكابتن طاري محروس في مقادم ونتمنى التوفير لكابتن ناسر لبيب في مهمته القادمة بإذن الله